السؤال التالي التسجيل في الفور أو ون كيبلان حسابات التقاعد الاختيارية لاحظوا أحبابي في المثال الذي أو في السؤال الذي بدأنا به هذه الحلقة كان الاستفسار والاستفتاء عن حسابات التقاعد الإجبارية هذه المرة سؤال عن حسابات التقاعد الاختيارية وهي التي يدخل فيها العامل باختياره لا تلزمه بها القوانين لكن هي السبيل إلى الحصول على الهبات التي تبذلها له جهة العمل بمثل ما استقطع من راتبه وقد يزين لا شك أن عدم دخول العامل في هذه الحسابات يعني خسارة المبلغ الممنوح من الشركة كل شهر والذي يماثل المبلغ المستقطع من راتبه أو ضعفه في بعض الأحيان كما يعني زيادة نسبة الضريبة لأن الجهات الحكومية تخفض نسبة الضرائب على الذين يشتركون في هذه الحسابات بالإضافة إلى خسارة فرصة استثمار التي قد تعطي للعامل فرصة لتدبير معاشه إذا مسه الكبر أيضا تأمينه ورثته ومن يعولهم بعد مماته في مجتمع تقطعت فيه الأرحام وعز فيه التكافل طبيعي الحكم الآن مجمع فقاء الشريعة بأمريكا له قرار في الحسابات الاختيارية يقول إذا تعينت المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية سبيلا إلى الحصول على الهبات الممنوحة من جهة العمل وتوقي زيادة نسبة الضريبة وخسارة فرصة الاستثمار لتدبير الأمور في الكبر فلا بأس بهذه المشاركة لمسيس الحاجة إلى ذلك لتأمين عجز الشيخوقة وقلة الموارد حينئذ بالإضافة إلى خسارة الملايين من الدولارات وربما المليارات على مستوى الجاليات المسلمة في مجموعها ثم أردف قرار المجمع فقال على المشاركة في هذه الحسابات الاختيارية أن يجتهد وسعة في توجيه استثمار هذه الأرصدة إلى الاستثمارات المشروعة في الجملة وأن يستعين في ذلك بالمؤسسات المالية الإسلامية الاستشارية التي تقدم خدمات إرشادية ولديها قدر على التمييز بين الطيب منها والخبيث ثم قال للعامل الحق فيما استخطع من هذا ماله وفيما وهب له هذه منحة وفي عوائد استثماراته التي وجهت إلى استثمارات مشروعة هذا كله متفق عليه لكن يبقى النظر والجدل والاجتهاد في عوائد استثمار هذه الأرصدة في أنشطة أو استثمارات مختلطة أو محرمة اختيار المجمع في هذا يقول ينبغي للعامل أن يتخلص مما يقابل ما يعتقد تحريمه وعجز عن توقيه من الاستثمارات غير المشروعة عند قبضه بعد التقاعد وذلك بتوجيهه إلى المصارف العامة ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام ثم أضف زيادة مهمة قال وهو نفسه أحد هذه المصارف عند الحاجة افترض في وقت التخلص من هذه الفوائد كان هو من أمس الناس حاجة ومن أكثر الناس بؤسا وفقرة يأخذها بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار بهذا الملحظ فهو نفسه أحد هذه المصارف عند الحاجة والفاقى ترجمة نانسي قنقر